مع الأسف أجهزة إيكولينك لا تتوفر على أجهزة تتوفر على معالج أمولوجيك أو هيس الكون لابل إشكال أخوية ديال إيكولينك ما غاديش نقدروا مثلا نقولوا أنه إيكولينك بوحدها ولا فيزيون بوحدها ولا غيرها المشكلة للطلاب بالدرجة الأولى إيكولينك كانت خرجات أجهزة أمولوجيك كذلك فيزيون خرجات أجهزة هيس الكون وعلى كرة المشكلة هو الطلاب يعني ما هي الشريحة التي ستقبل على هذا النوع ديال بخوضوي أولا شكون هي النسبة ديال الناس اللي غا تفكر تشري جهاز مواصفات مقبولة نوعينما فهمتي؟ حيث إلا جينا نقوله أمولوجيك أو معالجات أمولوجيك فهي كتصنف من بين المعالجات يعني كما تنقوله من الدرجة المتوسطة ما شي العالية المتوسطة متوسطة من ناحية آشي من ناحية أشنو غا تخدم ليها؟ ديك المعمارية ديالا أشنو غا تخدم ليها؟ إلا غا نديروها في معمارية مثلا معمارية محددة في الأمولوجيك يعني كنت تخدم لي الكاتكا ضروري ديالا الكاتكا ديالا ولات من الأولويات بالنسبة للناس اللي كيتفرجو ديالا في اليوتيوب وفي منصات عاد ديالا جينا بغينا نهضرو على الكاتكا عود ثاني في القنوات الفضائية اللي كتتعد على رؤوس الأصابع ديالا بحالي المجال الفضائي ما فيش بزرد القنوات كيفين فيه 64 و 65 قناة تقع إلكترات يعني أعلموا جمل تشح المنصات اللي سكير را كالغرق ديال الأقمار السطناعية على مدارات مختلفة من اللي دابتا نهضرو في المجال ديالا أنه شركة كإيكولينكا ولا كفيزيون أو كغيرها موفرات شد الأجهزة هذه ما غريش نقولو أنه السبب راجع للشركة الشركة تتقلب على الربح ديالا تتقلب على البيس اللي غا تسلك معاك باش أنا توفر لك ذلك الشي اللي بغيتي انتهي وبالتالي فلو مثلا كان طالب على هاد نوع ديال هاد الاجهزة اللي بطبيعة الحارة ما غاديش يتباع بثامر رخيص وهذه يخوذوها من عندي لأنه وآخر جهاز خرجات إيكولينك كان في فينا في أوكتا من بعده خرجو إيكولينك إلتخون وهاد الاجهزة أرا كلها كان فيها معالج آملوجيك ولكن المشكل هو شكل اللي غا يشريها يعني نما دام ما كانش اللي غا يشري فأكيد الشركة ممكنش ما عندهاش المقدورية او لو تستطاعها باش أنا ذاك الجهاز ديالها يسيب بورتيو جهات خارجية او لا شركات اللي كتكون عاطيهم ذاك اللونشر او لا عاطيهم هذاك الفيرمواير يعني هنا ميبكش أنهم يصرفوا باش هذاك الجهاز يزيد يخدم لهم كتر وبالتالي فهذاك الجهاز هوا ما غاديشوفوها لحد الكمية اللي عنده وخصة غا تتباع ويفكور لعون الله طار كونتر مليك تكون واحد النوعية ديال اجهزة الاستقبال الفضائي اللي تكون عندها اقبال وتكون عندها دعم بحل مثلا في اطار مثلا خلينا في شركة ايكولينك مثلا هدروع لا ايكولينك زين على سبيل المثال او لا ايكولينك اطمون او لا مثلا فيزيون مثلا يعني فيزيون فوريفر اكس خا دو على سبيل المثال او لا ستارسات مثلا سبعين خمسين او ما شابه هنا كان هدروع لا انه كنين اجهزة الاستقبال الفضائي بواحد نوعية من المواصفات وتتباع بكترف السوق علاش لانها اجهزة رخيصة يعني ما كتديب باسيش لنا اربعمية درهم يعني كتشري جهاز الرخيص مواصفات مواصفات ليس مواصفات لان اجهزة انا بصراحة اعتبرهم كمواصفات هاردوه الرواعري ولكن هدروع لهم كخدمات اللي كيوفره المستهلك انه مثلا المستهلك بغي سيرفر زوان عنده دعم زوان ما تيقطعش وقت للماتشات المهمين بغي مثلا دعم انه يطلق سولي ديفير مهر على حسب طلب دي المستهلك اللي تيطلب من دعم ديال الشركات او للناس اللي هم تقنيين تيقول لهم ربغينكم تزيدوا لينا مثلا مثلا الاس ان اير بغيناكم مثلا تزيدوا لينا على سبيل المثال خاصية ديال عجلة تحميل مثلا الستريمر اللي بغيناكم تزيدوا لينا الاوديو مثلا المهم المستهلك كي يطلبوا كيتشها فعليش لانه المستهلك ويقول من درجة اللي يقول لك انا شريت واحد البرودوي نتمنى يكونوا في شي حويج على قدر ذاك الشي اللي فيه اما الى المستهلك طلب كتر من القدر هنا يا رميمكش غادي نحققوا لك ذاك الشي من جهاز اللي هو الخيزة ذاك الشي علشي يتسبقى ربما مسألة راجعة للطالب من الدرجة اللي ولا لماذا انه جهاز في عاملوجيك على سبيل المثال اكس دو ولا اكس تروا ولا اكس كات مثلا بارشيتكتور ديال كورتكس اتلاتة وخمسة وخمسة فهذه غدا تكلف الشركة الاضعاف ديل انها غا تخرج لك جهاز رخيص وتسوقه اكثر يعني يتسبقى يعني مسألة ديال الاقدار والله اخو يا سعد انا عندي الابن في ساتمينيت قريبا سبع سنين يشتغل بجودة في جميع الاقمار هدن لا عمر هذا صراحة هذا الجهاز انا كاعتراف ان هذا هو احسن جهاز خرجت الشركة الى حدود الساعة احسن جهاز خرجته بدون منازح حيث علاش دابة هدك الجهاز دابة بحلقتي مثلا الزين او الاوبن فيستات ميني هم شنو بغوا يخرجوا منه بحلقتي مثلا انا واحد ضار على سبيل المثال شريتها والتفاجج وليدات عشت معهم واكلين شاربين كنجيب الموناء كنتقداو كنعيشوا بسلام يا سلام انا مثلا على سبيل المثال انا البلدات دار نقصها شي حاجة بغيت نجيب ديك الحاجة وما نخسرش فلوس بالزاف قلت ارى اش ندير ارى ديك دار نقصمها على سبيل المثال بيوت مثلا بيت نقصموا بيوت مثلا بيت لانا كننخط في راحتي وانا مرتاح انا نقصموا مثلا واحدة ربعا دي لبيوت وقلت ارى اش ندير ارى نجيب الجيران ديالي ونجيب ناس يسكنوا فيها وهذه ذاك الشي اللي انا مثلا غادي نديرو كامونا باش انان ينخلصوا غيجوا تومي يقتصموا معايا غيجوا يقتصموا معايا فد الحالة ذاك الداركي غدا تولي اولا ما غيرتبقاش منظمة ثانيا غادي يقول لي فاسد الكولون دير ما غيرتبقاشي الكولون دير ما غيرتبقاشي دور ثالثا ما غاديش تلقى راحتك في الاشتغال وبالتالي ربحال هكا هذه الاجهزة مدام هما شركات خرجوا لنا الاصدار للزين واحد كانوا استثمروا بزين جوج مثلا على سبيل المثال يكون مطور نوعا ما مثلا إلا كنت غانا نعتمد على بنية ديالجهاز في بيت واحد نعتمد على منعمارية ديالجهاز في جوج بيوت يعني مزيانة غا تزيد يا جوج بيوت غا تطور لي شوية غا تزيد يا خدمات غا تزيد يا إضافات ولكننا غا نجيبوا عد الجهاز ونجيبوا جهاز اخر غير حيث اللي كانت فيه 12 شهر فوريبر وهذا سولي فيه 16 شهر واشنو تزاد يعني رأى ما ايا بايه وبنفس الثامان يعني رأى ما ايا بايه نعمخ اللي يخاوين نخدم بيه مزيان إذا قالك أطومو تامن غالي الصراحة قالك لهذا ممكن نقول أنه ما كانش مستوى الثامان ديالو هو الشركة بصراحة ما شاءنا نكون متحفظ في هذا النقطة هو كجهاز ممشي كجهاز كاتكا في الفوريفر باش أنه يخدم لنا دوكلي كود دي الاس بي سبين او الاس بي اي ام دي الأوروبا مزيان لماذا نقول الله حيث دبطت تصنيفات اللي دارت قوصات دابة او الاس دبطت ترغمك باش أنك تخدم تتقلب على مثلا ستارسات مثلا مثلا 4k او تتقلب على الاطومو باش أنك تتخدم فيهم الاس بي يعني ذو كل شيء مثلا دي السكاي اللي في استرا واللي في هوت بيرد واللي كيني بفلوساتي اللي 28 دي اليو كاي يعني هنا ولا ودهباء او بلي يجي عليك ابن عمي أنك اخص تشري هاد الاجهيزة باش تخدم فيهم هذو كلي كود حيث إلكت غدي تخدمه مثلا في شيء الي ولا في شيء جي ايكس بطبيعة الحال ما غديش يخدم واخد تكون عندك الفي اي بي ما ديش يخدم لك مزيان قين القناوت غي يخدمه وغيكون فيهم تقطعات لان هنا ما كيت تعتمش على النظام دي الستريم ريلي ما كيت تعتمش على ديك عجلة تحميل او لما كيت تعتمش على الواحد الوصفت وير لوكال اللي كيخلي انه هو ديك القناة تشتغل بسلاسة بالموازات مع السيرفر باش نتاخد ذا فمتيني وبالتالي هو ما تكنيك مون دير ودل مان غير هو انا غني نحصرها في شركة ايكو لينك لو ايكو لينك ديروا اعطوا موجوج زادوا فيه مثلا شي حاجة ممكنش في اعطوا مو واحد نقولوا هاني اذك الثامان مقبول ثمانمية وخمسين درام ولكن باش انه نخرجوا كاتيجوري دي الاجهزة التقبال الفضائي بنفس الثامان ونقولوا او لزايد عليه مثلا بعد خمسين درام بغير باش نقولوا ان اعطوا موجوج هو زايد عليه غير انه فيه سيرفر ايام انا بصراحة جيني في شكل يعني باش انه نزيد وخيد ما باش انه نقولوا جوج لا رعتاني ذاك اعطوا مو واحد وسمي دوزيام جينيراسيو مثلا نقولوا اعطوا مو واحد دوزيام جينيراسيو مثلا او لوا اعطوا مو واحد الفين واربع وعشرين اه مزيانة نقول انه هذا فقط استمرار او تتم الانتاجية دي الوحل جهاز السابقه الجهاز الجديد اما الجديد رخ سيكون فيه مواكبة رخ سيكون فيه تطور امتيني اشتركوا في القناة